تشرفت اليوم باللقاء المطول والثريء الذي خصني به فخامة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد نقلت له التحيات الأخوية والرسالة الشفوية من أخيه الرئيس السيد عبد المجيد تبون شكل اللقاء فرصة للتعبير عن ارتياحنا الكبير للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وكذا حرصنا الدائم على تعميق سنة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية كما لا يخفي على أحد العلاقات بين الجزيرة وتونس لها طابع خاص واستثنائي يتمثل في عمق روابط الأخوة الصادقة التي تجمعنا نحن شعب واحد في دولتين تقاسمنا بالأمس ماضي مجيد نواجه اليوم مع نفس التحديات وتحدون نفس الأمال والطموحات في غد أفضل أشكر السيد فخامة الرئيس قيس سعيد على إتاحة هذه الفرصة المتجددة لمواصلة مسيرتنا المشتركة في تحقيق تطلعات شعبين المشروعة في مزيد من النمو والإزدهار ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة